لا شك أن موضوع القانون الأساسي هو مطلب قديم كنا قد ناظرنا ونافحنا ودافعنا عنه بكل الطرق المتاحة منذ 2013 منذ أن وضعنا أرضية مطالب فيها 47 مطلب وناظرنا لهذا الأمر في وقفات، في احتجاجات، في حركات في مسيرة نحو الرئاسة المهورية أين تم لقاء بيننا وبين الوزارة السابقة فيما يتعلق بجلسات الحوار الموثقة رسميا بندن بندن وقد ناقشناها وقد كتبنا تعديل القانون الأساسي رقم واحد وهذا شيء مثبت وتفاعلنا مع هذا الموضوع الذي هو أهم أو العاصب الحساس في قطاع الشهن ديولة الأوقاف لأنه لم يعدل من 2008 وأثناء تعديله لم يكن صائبا في رأينا واحتجينا على ذلك لما عدنا نقابة والآن الحمد لله أصبحنا في درالية بحكم القانون وبحكم المؤتمر الأخير الذي كنا الحمد لله مترشحين بالأغلبية الساحقة هذا الذي الآن نجعل التصور الحقيقي الفعلي كان آخر اللقاء بيننا وبين الوزارة الوصية أننا أعطيناهم النقاط بالمواد التي تحفظنا عنها نتيجة إلى وضع من الأوضاع أم هذا المادة خمسين رجاء أن تكون على هذا المنوال أو غير ذلك هذا القانون الأساسي هو عاصب الحياة أو عاصب القطاع إذا استوى واستوفى شروطه وقد مس جميع شرائح القطاع معلمين وأذنين قيمين مركز إسلامية ثقافية معاهد إسلامية أوقاف مرشدات أسلاك مشتركة فإذا مس الجميع ستكون نهضة فعلية حقيقية السيد الرئيس جزال الله خير ومن معه من إخوانه في خطاباته المتعددة دائما يثني على أهمية القطاع وعلى مكانة القطاع وعلى دور القطاع وعلى الدور الفعال في القطاع والقطاع فعلا منذ المقاومة علماء المشايخنا وشيخ زواينا هم من دافعوا على حياض الجزائر فالثورة التحريرية المباركة بعدها العشرية السوداء الأزمة الأخيرة كورونا الحراك فالمسجد والإمام دائما في مع توجه الأمة في الحفاظ على مؤسسات الأمة على دور الأمة على عقلانية الأمور على أخلاقية العمل السياسي أو الحزبي أو النغة إن كان فهذا المسجد له دور فعال ولهذا ثمننا قرار السيد الرئيس وباركناه في هذا الطرح الذي نرجو أن يخرج القانون الأساسي في حلة بهية طيبة نقية يستفيد منها كل أفراد القطع طيب ما الذي يمكن أن ينتج عليه في مثل هكذا قرارات التي ربما تنصف الأئمة وعمل قطع الشؤون الدينية؟ نحن قدمنا نقاط حساسة دقيقة سواء في تثمين الشهادات أو في أصلا في الرواتب للآئمة أو في الرواتب الزهيدة للآئمة في المنح التي منعنا منها أو لم نأخذ منها كمنحة الخطر منحة الهندام إلى غير ذلك في القانون التعويذي الإمام يشتغل في الجمعة يشتغل في أول فنبر يشتغل في العائلة الوطنية لا يوجد قانون يعوضه عن ذلك فاجعلنا أن هذه المؤسسة العريقة مؤسسة المسجد وقطع الشؤون الديني للأوقاف أن يسير بعقلانية بتفويج بترتيب بهيكلة بمنظور بمنظور صحيح سليم يخدم القطاع لدينا ما شاء الله مساجد عامرة زوايا عامرة في التعليم القرآني لا بد أن نشجع التعليم العتيق أي تعليم الزوايا لا بد أن نثمن تلك الشهادات نستخرج أطوار من خلالها يصبح هذا الذي يتخرج من الزوايا ويصبح إطار من إطارات الأمة إطار من إطار الشؤون الدينية يكون يرقى نثمن جميع الشهادات ليس فقط العلوم الشرعية كل شهادة جامعية تثمن لأن هذا القصد أن نرفع بالقطاع برمته ويعلو إلى هذا المصاف عندما تكون أموره المادية مضبوطة السيد الرئيس جزال الله خير وجه تعليمات أعطى تعليماته إلى الحكومة وإلى وزارة الداخلية وإلى وزارة السكن أن يجد صيغ ملائمة لأن تكون هناك سكانات للأئمة ولكل موظف القطاع نحن كبقيد أبناء المجتمع نحن قدمنا ونقدم ضحينا ونضحي نحن اجتهدنا ونظرنا أن يصل أن القطاع يكون إن شاء الله هذا من وفاء السيد الرئيس أن نتعهد في حملته أن يقف مع كل القطاعات وبالأخص قطاع الشؤون الدينية والأبقاف فنحييه وأن نبارك له وأن نشكره وجزاه الله خيرا على أن ما قدم من هذا العمل لأن هذا سيكون في مدزان حسناته لأن قطاع الشؤون الدينية قطع أهل الله قطع أهل القرآن قطع حساس وينبغي رفعتهم ومن رفع قيمة قدر أهل الله سيرفع الله قدره في الدنيا والآخرة إن شاء الله نعم رئيس الجمهورية أيضا أستاذ جلول كان قد أقر أيضا في مبادرة تعد هي الأولى من نوعها يوما وطنيا للإمام واستمع إلى جميع الانشغالات الأئمة بمبادرة منه لترقية قطاع الشؤون الدينية وها هو اليوم أيضا يقرر بإدراج مضمون القانون الأساسي للأئمة طيب في هذه النقطة ما تعليقك عن هذه المرحلة التي يعيشها الإمام الجزائري مقارنة ربما بمراحل سابقة لهو من خلال قرارات سيد الرئيس وقيادة الرشيدة على أن جعل يوم للإمام هو رمز للفخر رمز للاعتزاز خاصا في الشخص الشيخ محمد بن الكبير الذي عرفناه وألفناه وجلسنا معاه وصاحبناه وأحببناه وأحبناه فهذا الشخصية شخصية معتدلة شخصية راقية شخصية فاضلة شخصية كريمة رجل عالم سالك زاهد مربي مرشد رجل من خيار الناس عرفناه الحمد لله رحمه نترحم عليه وطرك من تلامذته مصاحف في كل مكان فتلامذته موجودة في الجزائر وفي غير الجزائر هم أساتذة دكاثرة إما معلم القرآن الكريم فاختار السيد الرئيس هذه الشخصية كرمزية ونحن رمزية نتجمع بين الإصلاح وجمعية العلماء المسلمين رحمة الله عليهم والذي كان لهم الفضل في إيقاظهما من الأمة والزوايا التي تعتبر رافد من روافد الإصلاح ومن روافد المقاومة لا يستطيع أي جزائري أن ينكر بأن زوايانا وعلمائهم حاربوا المستدمر المستعمر الأمير عبدالقادر المقرالي شيخ بعمامة شيخ بوغلة فاطمان سومر كل هؤلاء هم نتاج الجمعية الزوايا فهذين الرافدين هم الرموز الفعلية للجزائر في الدفاع عن مرجعيتها ولهذا لعل من الأشياء التي وقعت لنا مع الوزارة الوصية عندما دافعنا عن المرجعية بكل حذافرها وحذرنا بالمخاطر التي يحكى عنها الآن في المساجد ويتحدث عنها الوزارة الوصية وتقول بأننا نحن نعاقب المخالفة المرجعية نحن قبل العقاب حذرنا هذه الأشكال وهذه الألوان التي الآن هم قربتموها ففعلت بكم ما فعلت وستفعل أخطر إذا لم تجدوا لا حلا فالمرجعية بالنسبة إلينا خط أحمر هذه مرجعيتنا مالكيتنا سنيتنا نحن عاقيتنا عاقية أهل السنة والجماعة لا نقبل من يأتي من الشرق أو من الغرب من وراء البحار ليشكك في عقيدتنا أو يسئ إلينا أو يتهم علمائنا فهذا الكلام قلناه صراحة وبوضع ولهذا نحن على خط واحد في لم شمل الأمة في أن المساجد هي المسجد الجامع هو لجميع الناس يخاطب بالعقلانية بأسلوب حظاري راقي تربوي وسطي بعيد عن كل أشكال التطرف أشكال التزلف وأشكال هذه الأشكال التي نحن يحذرنا منها في وقتها والله الحمد